السلام عليكم بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبرك على أكرم رسل الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حاجة مهما كنت سعيد في الدنيا ومهما كنت راضي في دنياك ومهما كانت الدنيا كلها في حضنك وفي عبك زي ما بنقول لكن الحاجة دي مش في الدنيا خالص الحاجة دي لا يمكن تبقى موجودة في الدنيا أبدا وسبحان الله العظيم الحاجة دي البوابة بتاعتها حاجة بنكرهها كلنا طب ايه الحاجة دي تخيل كده الحاجة اللي هكلمك على النهاردة جوار الرحمن في الجنة ورؤية الرحمن في الجنة الله صحيح مش في الدنيا خالص وسبحان الله العظيم البوابة الموت اللي ربنا في القرآن قال ايه فأصابتكم مصيبته الموت سمى مصيبة الموت اللي انا وانت بنكرهه تخيل كده وما بنحبوش ولو حد قالك ربنا ياخدك تقوله ابتدي عليها ليه ربنا ياخدك انت سبحان الله العظيم او دي او ده البوابة اللي تخليك تتمتع بالجوار الرباني وبرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة يا طرى بعد الفيديو ده حبيت الموت ولا كرهتم انا كل ما خافت من الموت قوي لاني بيني وبينكم بس الكلام ده مش للنشر يعني الكلام ده بيني وبينكم والله وعشان اقول لكم ان احنا طبيعيين زيكم بالزبط انا لما بقف عند دفن حد اوليها لو ربنا يتم جميله معانا كده وما نموتش بقى ونطلع الحساب على طول ابا ترعب بخاف قوي هنام ازاي هنا الوحدي طب انا الانفي اللي لو شفت لو حد مسك معلقتي ده انا لحد النهاردة لو حد مسك المعلقة بتاعتي بغضب عن الاكل وبقول هنام ازاي وسط التعبين وسط الصراصير وسط العناكيم والحاجات دي موجودة في القبور بغض النظر الصالح بقى طالح هو موجودة في القبور ده الكلب عزكم الله بيعدي يقول على اي قبر والقط نفس القصة سبحان الله العظيم طب انا اللي لو جي على وشي شوية طراب بجري وافضل اخسل وشي هنام ازاي في الطراب طب انا اللي ولادي لو باتوا برة ما بنامشي وافضل الان وبغل علشان ييجوا عشان ما بعرفش اعود لوحدي مع اني ازاي اقام منهم ونفس اعود لوحدي عشان اقرج المتين لكن ما اقدرش هنام ازاي لوحدي بالله عليكم تأملوا فقول نفس الكلام كده اقول ياه اكرهوا الحق مش كده ولا ايه فالحق هنا المقصود بيلموت واحبوا الفتنة اللي هي المال والولد صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب جوار الرحمن ورؤية الرحمن والود مع الرحمن حاجة عجيبة اقول تخليك كل حاجة تبزلها علشان تنالها علشان تنال الدرجة دي هيهون عليك كل شيء الواحد فينا لو ساكن في منطقة راكية زي ما بيسموها يقعد يتكلم عن المنطقة والثقافة اللي حوليه ولو في قنباون دي تلت حبات يقعد يقول لك فلان وفلان ولو فيه مشاهير خمس حبات يقول لك فلان به وفلان باشا والفنان ول ول تخيل كده انت ما تسكن في جنة جوارك الرحمن وانت في جوار الرحمن وودك ليس بالبشر اسمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن تعرف المدير بتاعك ولا جارك المسؤول الفلاني ولا الفنان الفلاني ولا لاعب القرى الفلاني ولا ليه ليه وسط حبتهم حضرتك تفضل كده تتمحلسله زي ما بنقول وتوددله ووعى تزعل مني أنا بحبك انت راضي عني فتخيل بقى انت وانا ربنا سبحانه وتعالى ينادي علينا يا اهل الجنة مين ربنا ايوة ربنا الرحمن اللي خلق الكون ده كله ايوة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وبينادي علينا زي ما قال لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يا اهل الجنة فاهل الجنة يقولوله يا رب لبيك وسعديك لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك فيقول لهم هل رضيتهم يا الله انا ايوة الله انا وانت لما ربنا يحكم لنا من اهل الجنة ان شاء الله برحمته احنا ايوة احنا اللي النهاردة بننافق البشر ونتمحلس للبشر عشان يرضوا عننا ربنا بيسألنا رضينا عنه فاهل الجنة اقولوا احنا رب وما لنا نررد يا رب اعطيتنا ما لم تعطي احد بيطت وجوهنا وغفرت زنوبنا وانقستنا من النار وانجيتنا من العذاب فربنا اقول لهم تاخدوا احسن الا اعطيكم افضل من هذا هو فيه افضل يا رب حكتين اول حاجة احل عليكم رضواني فلا اصخط عليكم ابدا الله الحاجة اللي كنت بتجري عشانها في الدنيا رضا ربنا خدتها بقى ما فيه صخط بعدها مش كده بس لا يا ويكشف الاله العظيم عن حجاب النور فنرى صبحات وجه ربنا الكريم يا تخيل بقى دلوقتي لو انت تسمع الشيخ المنشاوي وهو بيقول لك وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة يا الله عارف مشكلة العاصي مش في الجحيم النار لا ده اشد عذاب للكافرين يوم الايامة ربنا ذكروا في صورة المطففين اوعى كلا انوا مع ربهم يومئذ لمحجوبون لأول عذاب واعلى عذاب وبعد كده ربنا يقول ثم انهم لصالوا الجحيم وكأن ربنا بيرتب العذاب فبيقول اعلى درجات العذاب ان تحجب عن نور الاله وعن وجه الاله وعن رؤية الاله تخيل بقى على شان كده اذا رودتك نفسك بمعصية او بخلت بطاعة فذكرها بان الطاعة واجتناب المعصية ثمنها ان تجاور الرحمن في الجنة وان ترى الرحمن شوف الجمال للذين احسنوا الحسنة وزيادة الحسن الجنة والزيادة رؤية نور وجه ربنا الكريم اللهم اسقنا من يد الحبيب المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها ابدا ومتعنا اللهم بالنظر الى وجهك الكريم واخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم